يا كريم، ابتح لي باب الجراج بسرعة أنا داخل عليك كده كده شد يا مروان العربية بتاعتي أسرع من كده في بلاي ستيشن توقعت الشنطة دي، البلد كلها تولع صحي طيب وإحنا نطنها دي نرميها ونخلص باكر إنك شاطر اللي جاي حيدوسك دوس يا حبيبي إما بيخلص بالسلاح بيخلص بالنها أنا مش بطر بس اللي بدأها لازم يخلصها بقية بقية جاي على قناتنا هتأكد ان انت عمل لايك واشتراك عشان تابع عندنا كل جديد ولو لسه عتعرفش ايه هو فيو سري انصحك تتابع الفيديوهات السابقة اللي احنا اتكلمنا عنها عن فيو سري وازاي تقدر تستخدمه بشكل مجاني بالكامل اما دلوقتي هنشوف ازاي تقدر تولد فيلم كامل باستخدام الذكاء الاصطناعي مع استخدام مشاهد متناسبة مع بعضها كل حكاية تروح على حسابك على فيو سري وبعدك هتأكد ان انت مشغل فيو سري بعد انتقال الى فلو عشان يستخدم فيو سري اتأكد ان انت تروح على منشئ المشاهد اللي هو الخيار رقم ثلاثة هتلاقي من فوق هنا ويفتح لك مباشرة الوجهة دي بعدك هتأكد ان انت بختار تحويل النص الى فيديو بعدك هتضغط على الزر ده وتختار الاعدادات خليها نتيجة واحد عشان ما تخلص الكريدت بتاعتك بعدك كده اختار الخيار ده وخليها هاي كواليتي عشان تنتجي الفيديوهات باستخدام فيو سري بعدكده هنلجأ لشاجي بيتيه عشان يكتب لنا المشاهد لو انت عندك مشهد معين او فكرة معينة ممكن تستخدم شاجي بيتيه عشان هو يجاهزها لك نفيش فيها اي مشكلة في البداية انا قلت لشاجي بيتيه انا محتاج ايه كتب لي خمس مشاهد واكتب لي الكلام اللي هتقال فيهم تقدر بعدك اتعدل الكلام ده وتطلب منه الحاجة اللي انت عايز تضيفها او عايز فكرة تانية هتقول له فكرة تانية بعد كده اقولله وحول لي كل المشاهد دي لبرومبت كامل بجميع الأوصاف اللازمة التوليده بالذكرة الاصطناعي بدأ يكتب لي كل برومبت كل برومبت كتب لي كل برومبت بعد كده قلت له بعد كده قلت له وضيف لأي تفاصيل لازمة عشان تخلي الشخصيات متوافقة في كل مشاهد تلكقيا بدأ يكتب لي شوي الكلام كده ورجع أمراح عطي لي تعديل البرومبت لتوحيد الشخصية واكتب لي الأجزاء دي الأجزاء دي طبعا هتتضاف على البرومبتات الأولانية ممكن نخليه هو يضفها لنا أو نحن نضيفها بشكل تلقائي بس عشان ما تطلخبطش ممكن تقوله نعطيني البرومبت النهائي لكل شخصية هيبدأ تلقائيا نكتب لك البرومبت النهائي لكل شخصية تقدر نستخدمها يعني كل عليك هتستخدم السكريبت على طول أو البرومبت اللي هيعطولك هيبدأ يكتب لك البرومبت كامل مع كل شخصية بتاعته بالوصف بتاعه قف لحظات بق معنا البرومبت اللي احنا نقدر نستخدمها هلنسخ البرومبت بالشكل ده ونرجع تاني للأداة طبعا في ناس بتواجه مشكلة انه هو ما بيولد لهمش باللغة العربية ففي الحالة دي انت تقدر تستخدم أداة VU3 من داخل جيميناي برو يعني لو انتقلنا إلى جيميناي برو هينتقل لصفحة جيميناي عادي فهتلاقيك انت في جيميناي برو وتقدر استخدمه في توليد الفيديوهات هتضغط على خيار فيديو هنا وهو تلقائيا كده هيوليت لك فيديوهات من VU3 زي ما حضرتكم شايفين لو انت الحساب بتاعك شغلتوا نفس الطريق اللي احنا قلناها في الفيديو كمان الفيديوهات تحل مشكلة برضو ان الصوت ما بيظهرش في الفيديو هتحتاج نفس الحكاية دي وتستخدمها لكن مولد المشاهد مش هيكون موجود غير هنا فهنضع البرومبت كده ونتأكد من الاعدادات بعد كده هنعمل سند وهننتظر لحد ما يخلص المشهد الاول ده كده المشهد الاول معنا طبعا الصوت مهو الشغال بس انت هتحس ان هو مش شغال لكن انا لو حملت الفيديو يعني هو الشغال جهة مش شغال لكن انا اول ما هحمل الفيديو هتلاقي الصوت نزل معي بالصوت عادي طبعا اتقدر ترفع الجودة اه قبل ما تحمل الفيديو لو انت رجعت نفيديل المشروع هنا هتلاقي نفس الفيديو وتضغط عليه وتختار ففتح له باب الجران وتقدر تضغط عليه وتعلن خلينا نكمل توليد المشاهد هناخد المشاهد الثاني ونروح نعمله لصقة هنا ونعمل سند طبعا عشان نعمل حاجات دي قبل كده كانت بتطلعش بنفس الجو ده ولا نفس النتيجة عشان هو كنا نعمل كل مشاهد لوحده ونرجع نحرك كل مشاهد لوحده كمان نرجع بعد كنا نعمل لبسنج لكل مشاهد برضه كمان نضيفي السوند افكت لكل مشاهد فكان الموضوع بياخد وقت أطول مع الأدارة التانية لكن فيو سريب يسهل لك الكلام ده كله انت بس اديله الخيال اديله البرمبت الصح وهو تلقائيا هيبدأ يولد لك المشاهد اللي انت عايزه كده هو خلص المشاهد الثاني طبعا يعني اول مفروض انت اقل ليه ده المشاهد الثاني هو طلع الكلام اللي تقال في الفيديو عليه طبعا انت عشان تشوفه ممكن نرجع تاني هنا ويسمعه شد يا مروان تقدرك ولو حبي تحمله وتقدر تخليه يرفع لك الجودة للدقة المحسنة اللي هي 1080 هتلاقي بيقول لك جارة احسن الجودة وبرفع الجودة بتاعت الفيديو وعلى فكرة ممكن تبعت له البرمبت كلها ورا بعضها هو تلقائيا هيبدأ يولدهم بالترتيب من نفسه يعني ممكن ننسخهم كلهم ونعتهم له بس تأكد من الاعدادات بتاعتك وبعد كده تبعتهم له كلهم هو هيبدأ يولدهم كلهم ويعني هيعمل تناسق بين المشاهد عشان الدينة يبقى ماشية مع بعضها طبعا انت رأى مفروض ما تعتمدش من نتيجة واحدة هتطلع من المشهد ولكن احنا بناخد مشهد بمشهد عشان نستخدمه يعني بنجرب مع بعضه وطبعا حاوم المشهد الواحده ويتضيف شوية افكتات غريبة كده في الاخر للمشهد التالت ممكن تطلب منه يولد المشهد ده مرة تانية عشان يحسنه او يطلع لك نتيجة بشكل مخالف وبعد كده هتحمل الكلام ده كله وتبدأ تعدل عليه لو هتضيف ترانزيشن هتعمل حركة في الفيديو هتعمل اي حاجة في التعديلات تقدر تضيفها وهو عموما هنا بعمل تلر الفيلم مش بعمل الفيلم كامل يعني انت لو عايز تعمل الفيلم كامل بقى ده طبعا مش عارف هل متاح ان انت تعد تولد فيديوهات كتير لان اقصى حاجة ومعشر فيديوهات لكن ممكن يكون فيش ترقافي الالترا بتسمح لك ان انت تولد فيديوهات اطول او كلام منك هو كده خلص المشهد كلها خلاني نرجع تاني لو حبينا نحمل ممكن نحمل بالجودة العادية عشان يعني يحمل بسرعة لان طبعا رفع الجودة ده بياخده اطول بعد كده لو رفنا اضفنا الملفات دي طبعا بالترتيب اللي فيو سري اطهن يا كريم افتح لي باب الجراج بسرعة انا داخل عليك كده كده شبه طعب شد يا مراوان العربية بتاعتي اسرع من كده في بلاي ستيشن لو وقت الشنطة دي البلد كلها تولع صاحبي طب واحنا نطنها ليه نرميها ونخلص شايف بالبطل اللي جاي حيدوسك دوس يا حبيبي اللي ما بيخلص بالسلاح بيخلص بالنار انا مش بطل بس اللي بدأها لازم يخلصها يا كريم ده كده طيلر خلص طبعا تدقر تولد مشاهدة اكتر من كده وازن لو احنا قدرنا نكتب برمبة بشكل بقى وصاف دقيقة هيطلع لنا نتائج افضل من كده بكتير لكن البرمبة بتاعشات جيوتي احنا ممكن انت تقعد تسأله اسئلة اكتر بحيث ان هو يطلع لك البرمبة مفيش فيه اي حاجة نقصة فيديك نتيجة اكثر دقة يعني هو الاساس كله البرمبة عشان يديك عشان اداد فيو سري تفهم انت عاوز ايه بالزبط واتطلع لك نتيجة اكثر دقة متوافقة مع بعضها طبعا لا تتعرفش ازاي تسجل في فيو سري تقدر تروح لأي فيديو من الفيديوهات دي هتلاقي نشارح ازاي تقدر تسجل وتاخد حساب مجاني وتحمل وتعمل الفيديوهات بعد كده انت ممكن تضيف الترانزيشن انت شايفها من نسبة او الموسيقى انت شايفها من نسبة او تعمل اي حاجة في الفيديو ده طبعا يرجع لك والحاجة انت تضاف وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منستر للمعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موسيقى